لحظة بلحظة بنحقل نكون معاكم في قلب الحاضر زيما أبدا بنسافر معاكم مع منتخبنا في أي مكان وورا زمينا العزيز المتمائز زيما مجدي الشربيني متواجد مع منتخبنا في ملاوي وحيقول لنا رسالة مهمة جدا بالتأكيد وآخر التفاصيل عن منتخبنا من ملاوي زمينا العزيز مجدي الشربيني مجدي برحب بيك وسعيد بتواجدك معنا في أخبار On Time وأكيد حدد دينا حاجة موازة كالمعتاد تقول لنا آخر الأخبار الخاصة بمنتخبنا في ملاوي صباح الخير كابتن فتح الله وصباح الخير على كل مشاهدينك بحب أطمن حضرتك على منتخبنا الوطني هنا في ملاوي اللي وصل بالأمس بعد رحلة شقة وخلدوا إلى النوم وبدأ اليوم النهاردة بدأ بدر الساعة 9 صباحا بوجبة الإفطار ثم توجهوا إلى غرف المعيشة ثم نزلوا في تمرين خفيف جدا في صالة الجيم 11 توجه الكابتن إيهاب جلال ومعاه كابتن الفريق الكابتن عمر السولية إلى ملعب بينجو ملعب اللقاء وكان فيه مؤتمر صحفي في أرضية ملعب بينجو تحدث من خلالها الكابتن إيهاب جلال على أهمية هذه المباراة وأنه هو أشاد بملعب بينجو قال إنه سعيد جدا إنه موجود ملعب في مدينة إفريقية بهذا الشكل الملعب اللي بيتسعى 40 ألف ومشاهد اتحجس خلاص 10 ألاف تذكرة من ال40 ألف اللاعبين إن شاء الله هينزلوا على وجبة الغداء الساعة 3 ثم يتجهوا إلى غرفة المعيشة مرة أخرى ثم يعودوا الساعة 5 للتوجه إلى ملعب بينجو اللي هيكون فيه التدريب إن شاء الله الساعة السادسة وده هيكون التدريب الرئيسي لمنتخبنا الوطني الحاجة اللي حابب أقول لها حياتك عليها إن إحنا في أهم ميدان في مدينة مالوي والميدان ده بيحتضن صورة كبيرة للنجم الكبير محمد صلاح ودي كانت أيام بطورة أفريقيا وإعلانات خاصة بهذا النجم الكبير أعتقد إن كمان الجالية المصرية اللي استقبالت البحثة استقبال كبير جدا حزينة جدا بعدم حضور نجوم منتخب مصر زي نيني وصلاح وتريزيجي وياسر إبراهيم محمد عبد المنعم كان حابين إن هم يتواجد كل المنتخب ويشاهدوه عن كرب الجالية المصرية هنا محبة جدا لمنتخبنا الوطن ويكونوا متواجدين وبشدة في مباراة غدا إن شاء الله أمام أسيوبيا وكان كمان كلينا لقاء مع المدير الفني الأسيوبي اللي قال إن هو بيأمل إن هو يلعب مباراة كبيرة أمام منتخب كبير منتخب مصر بكيادة فنية كبيرة على رأسها الكابتن إيهاب جلال دي كان كل كوالسنا وأخبارنا هنا في مدينة ملوي لو عند حضرتك أي السفار اتفضل لا يا مجد الزمن يعني أخلاص بتدي كل الرسالة كاملة ما بتديش مساح الناس ألاك كنت أحسألك على الصور اللي وراك فعلا وإحنا شايفيه فيها محمد صلاح قدي إيه بيبقى عندنا فخر وإحنا بنشوف أشققنا الأفريقة بييفتخروا بنجم زي محمد صلاح وزي ما أنت قلت أكيد فين طبعات ممكن تكون بعدم الانبساط بعدم تواجد محمد صلاح مع صفوف المنتخب أنت أديتني الإجابة من غير مسألك وده هي تنقطة مهمة جدا لإحنا نشوف محمد صلاح بيبقى قدي إيه هو سفير حتى لو مش متواجد لكن صورته المتواجدة في أهم الميادين دي كانت موشر إيجابي جدا نحن نعرف قدي إيه قيمة نجمة عندنا زي محمد صلاح وقدي إيه أشققنا الأفريقة بيبقى عندهم اعتزاز لما بيقى في حد من أبناء القارة السمراء بيبقى نجم كبير والصورة اللي تبقى أوراك دي يا مجدي بالتأكيد هنستنى منك تخطيات على مدار اليوم وأكيد في باقي المنامج عن بنمج منتخبنا الوطني وأكيد حبا فيه لقطات من التدريبات هتنإلهاننا مجدي بشكرك شكرا جزيلا على التطبيق المتميزة بالتأكيد أتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا